ما أهم الأشياء التي تم تسجيلها بالفعل؟ طيب أهم الأشياء هو طبعا السيرة الهلالية السيرة الهلالية وهي من رواقع التراث العالمي كانت مسجلة هو مشروع أنجزيته الجامعية المصرية للمأسورات الشعبية وهي جامعية مسجلة لدى اليونسكو اليونسكو بيسجل برضو جامعيات الأهلية لأنه ليش بس الدول ولكن منظمات المجتمع المدني فالجامعية مسجلة من 2012 وهم عملوا عملية جامع وحصر للسيرة الهلالية في مصر وسجلت على قوائم اليونسكو الجامعية تنشط لغاية دلوقتي ولديها أرشيف معتبر يعني للتراث هو بيرقس مجلس إدارتها الدكتور أحمد مرسي طبعا وبعد السيرة الهلالية سجلنا في 2016 تحتيب التحتيب أيها لعبة العصة في سعيد مصر ثم سجلنا الأرجوز ثم سجلنا فن الأرجوز ده أعتقد بالتحديد كان فيه منافسة كبيرة جدا فن الأرجوز من الحاجات اللي أنجزها وكتبها للدكتور نبيل بهجة وهو متخصص في فنون الفرجة ومنها وهو أهتم جدا وهو اللي أعد الملف الحقيقة ويعني هو أعد بمراحل عدة ولكن الحمد لله هو مر كذلك التحتيب ثم النسيج اليدوي في سعيد مصر أيضا من العناصر اللي كانت مهمة جدا بالنول اللي مازال موجود في قرى سهاج وفي قرى كتير جدا موجود في مصر ثم لينا ملفين مشتركين هما ملف الممارسات المرتبطة بالنخلة وملف السنية دي نجاح عظيم 16 دولة عربية اشتركوا في أعداد ملف على فنون الخط العربي فكان نجاحه طبعا نجاح مهم جدا وكان مستشار الملف العلمي هو الكاتب الصحفي والفنان محمد بغدادي باعتباره هو مهتم بالخط العربي حريك بتقولي ده ملف مشترك 16 دولة عربية يعني معنى أنه حيتم الاعتراف بيه ل 16 دولة أيوة تم فعلا يوم 14 ديسمبر الماضي 16 دولة 16 دولة على أساس كلها ولكن وأيضا منفتحين لأي دولة في العالم بتمارس نفس العنصر نعطة طب ايه موضوع النخلة اللي حضرتك بتقولي عنها احنا سجلنا العادات والممارسات والمهارات المرتبطة بالنخلة من أول أشغال الصعف والسلال اللي بتحصل النوبة طبعا فيها احنا عارفين البيوت حتى أسقف المنازل والعنجريب ولقينا أشكال كتير التمر وتكفيفه وترقه عدد كتير قوي لقيناها مرتبطة بالنخلة في مصر لكن أيضا في عديد من الدول اشتركت فيها 14 دولة عربية بترعى جمعينا كلنا هي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسوم وكل ملف بترعاه دولة ده النخلة درعيته دولة الإمارات وجامعتنا ثم المملكة العربية السعودية راعت ملف الخط العربي لكن الستاشر دولة لازم يكونوا على نفس المستوى وبيسجل باسم الستاشر دولة ترجمة نانسي قنقر